دكتور رضا عايز أبدأ الأول بداية واستهلالا كيف رأى دكتور رضا فرحات المشهد الانتخابي قراءة في المشهد الانتخابي المشهد الانتخابي طبعا جميل فيه نوع من التعددية السياسية زي ما كله بيأجمع لهذا المشهد ولكن الجديد فيه أن الأحزاب ابتدت تفكر أنها ممكن تمارس دورها الأساسي الهدف من تكوين الحزب في القدر الأول أن يكون هدفه الوصول إلى السلطة وبالتالي الوصول إلى السلطة أن يتولى أعلى منصف الدول ففكرة أن ثلاثة رؤساء أحزاب يقدموا على ترشيح أنفسهم باختلاف التوجهات باختلاف الأراء باختلاف الكلام دي فكرة جيدة جدا أننا شاهدناها ودي ما جاتش من فراغ يعني هي نتيجة برضو لما حدث من حراك حزبي خلال حالة الحوار الوطني الحالة اللي خلقها الحوار الوطني شجع الأحزاب يعني إحنا لغاية مثلا شهرين ثلاثة قبل الانتخابات ما كانش حد بيقول مين اللي هينزل في الانتخابات اسم أو اتنين لكن ما فيش فكرة أن حزب الوفد ينزل حزب المصر الديمقراطي حزب الشعب الجمهوري وإن كان يعني مهانس حزم عمر من سبع تمال سنين في تصريح قال أنا ممكن أقدم من الحزب عندي رئيس جمهورية بحد مرشح رئاسي ولكن دي فكرة جيدة فكرة برضو يعني أن المعارضة تبدأ تدخل وتتواجد في المشهد وحتى لو هي مش مقتنعة تماما لأن خلينا أقول أن دي رؤية فريد أستاذ فريد زهران أنه لم يكتمل المشهد الديمقراطي بالكامل ولكن هو مش عايز يخرج برة الفكرة أن أنا أترك المشهد كله ودي مهم جدا حتى لما بنقول أن احنا نغير فكرة المجتمع والوعي الجامعي انتجاه فكرة المعارضة المعارضة ما تبقاش كلها معارضة سلبية أنا مش هجبني الوضع فأقطع الانتخابات وأبتعد على المشهد وأشكك في قدرات الدولة وأعمل لا بالعكس أنا حاول أن أتواجد وأدخل جوه المشهد المرة دي حاولت المرة الجاي بقى فيه فرص أحسن وبالتالي هو أقدم على خطوة جيدة جدا تحسب له هو سياسي معروف لكن حزبه يمكن ملوش قواعد على الأرض قوية لكن هو كشخصية في شبه من المعرفة لدى ناس بتاريخه تحرقاته خلال أحداث سيناير 2011 الفكر اليساري بمفهومه نحية الديمقراطية الاجتماعية التوجه نحو والحزب الحقيقة حزب مصري الديمقراطي الاجتماعي يمكن عشان هما غيبين عن هذا اللقاء أو هذه الجادسة فأنا ممكن أرد على جزء وهو أنه في البرلمان اللي اتعامل في 2012 كانوا هما أقدر أقول التالت أكبر كتلة موجودة داخل البرلمان بعد والعياذ بالله الإخوان المسلمين وأصدقائهم ترجمة نانسي قنقر